عن رعاية الحيوان ناس بتشوفها انها هوس وناس بتشوفها انها واجب مجتمعي وانساني من الدرجة الاولى ديوفنا شايفينها كده وشايفينها انها التزام انساني قبل اي حاجة تانية كل واحد من ديوفنا عمل مبادرة جميلة جدا من نوع خاص وكل واحد ليه قصة غريبة مع الحيوانات الاليفة سواء في الشارع او في بيته افهم مبادرات لرعاية الحيوانات الاليفة على طريقته فكرتنا النهاردة مع ديوفنا زين عصام صاحبة مبادرة شارع اليف بتنادي برعاية الحيوانات وعندها واحد وعشرين كلب بتراعاهم لوحدها اهلا بيك يا زينة من ورات وعندنا ضيفتنا عيدة بكري عندها حيوانات بتساعد الحيوانات المريدة في الشارع وزي القطط والكلاب وفي بيتها من ربية تزع قطط وست كلاب واستاذ محمد عمر اللي نورنا النهاردة طبعا وحاول مبادرة رعاية وعلاج الحيوانات البرية بكافة اشكالها مبادرة خدمة الحيوانات البرية مبادرة من جمعية القناص المصري ورعاية الجوارح ودي حاجة جميلة انت مشرفنا يا محمد مشرفنا في طبحاتك فقط اهلا بيك ومنورنا وانا هبتدي من زينة واحد وعشرين كلبة في البيت يا زينة في بيتك انت مش جوه البيت مش جوه البيت ايوة يعني هوريهم كصص طب لأ احكيلي الحكاية بدأت ازاي معاك هي الحكاية بدأت انا بحب حيوانات من انا صغيرة اوي كويس كنتش بتخافي لا خلاص كالبي هواهو عليك في الشارع كنت ببقى متحمسة جدا اعرف هو لي بيعمل كده انا اللي كنت بجري اتعدتي قبل كده كتير اتعدتي كتير اتعدتي كتير ما تعقتيش لا خالص خطي حوان ما او حاجات زي كده عادي زي اي بروسس عادية هو حيوان يعني ده اللي خلاني افهمهم انت محتاج تفهمه هو ليه يعمل كده فانت عتفهمه وتتجأس مثلا فيه ناس ممكن لو مثلا انكلب عضوها ولا قطر حاجة يقتلوهم يشيلوهم او يتعقق تويه او يتعقق عمره يعني شوف الكلب جاي الاول الشيء انا كده انت محلتش المشكلة خالص يعني انت لازم نشوف ليه ده خصل وتروح هناك مثلا لما الكلب يعضني او حاجة او بروح للكلب ده تاني بصاحبه وبطعمه ضد مرض السعار ده ده اصلا البركس بتاعت المبادرة يعني مثلا انا بروح حتى فرديا نروح اطعمه وبعدين نبدأ ان انا بتعامل مع أخلي ناس تحب يعني أوريهم إن أنا مواضي لهوط على الضيط وبأقول لكم لأ ومش المفروض نتعامل معاك غلط وكبه بس اللي ستوري بقى بتاعتي نفسها أنا كنت بربي حيوانات مناس صغيرة بس اللي هي البريدز العديلة زي الكلب الجيرمن بقى لولو هسكي مش عال حاجات الجميلة دي ومكانش ليه دعوة قيب حيوانات الشارع يعني مكنتش بركز أصلا معاك بس كنت بحيبة تفرج عليهم شوية شوية لما كبرت بدأت إن أنا أحس إنه الناس بتتعامل معاهم بشكل قاسي قابل فده كان حاجة بالنسباني مؤلمة نفسيا جدا ففكرت طب هو ليه ما نعملش حاجة تكون شوية يعني تدي إمباكت كويس في المجتمع منها تفيد الناس إن هما يبطلوا بحاجات الغلط دي في نفسها تنفيها تأثير على المجتمع بشكل ماشي بتغير أفكار المجتمع ناحية الكائنات دي هنجيلك تاني ونكمل معاك الستوري بتاعتك عايزاً العايدة وإنتي في نفس المبادرة برضو مع زينا بتعملي إيه بقى بتعالجي الحياوانات اللي ما بتشوفي حاجة مريض الأول أنا كنت أصلا معمدي فوبيا من الكلاب عموماً يا بدأت مثلاً من أربع سنين كده بقول لماما لأ إنزلي معي أخوي ينزل معي عديني والنبي من كلاب الشارع بدأ الوضع هم زهقوا إن أنا كل شوية والنبي عدوني والنبي أنا مش قادرة تعبتيهم في البيت تعبتهم في البيت قالوا لي جرب نزلي لأكلهم الأول نزلت عادي أكلهم رميت الأكل وجريت بعد كده في جرب صغير بقى يعني حببني شوية بدأ يقرب مني وبعد كده أنا بقيت أقرب لحد خلاص ما بدأ الموضوع كحب الحياوانات الشارع إن أنا أنزل إن أنا أعليجهم أركب كالونا مثلاً أخد القطة تعبانة أنت تعلمت تتركيبي كمان كالونا أو علاج يعني أنت بتدولي عن مين قطة أو كلب تعبان أو عيان في الشارع بتعرفي منين إنه تعبان أو عيان وإزاي بتعرفي تركيبي كالونا أنت أنت طبيبة بيطرية إيه لا بس يعني بلاقي حالات كتير لدرجة إن أنا خلاص تعودتي تعلمتي يعني كسرت الخوف الأول يا إيمان كنت بتخاف تعدي لو في كلب في الشارع ده الفوبيا دي راحت وكمان تعلمتي تعالجي وبقيت أمسك دلوقت الكلابك كبيرة خالص دي أتعالجها برضو كويس كيس ما بتخافيش إنه ممكن أصلا خالي بلي لا ما بقتش خاف يعني بقوا يعني حسيتم إنهما يعني كائنات لطيفة قوي إنهما مثلا بلقمة أو أي حاجة يجولك كمحبة يعني هنجيلك بقى أنشوف أعمالك إيه بيصوروا اللقمة يعني هنجيلك موسيقى